شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مرحل رئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية أعصار 65 والذي تنفذ إحدى التشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وفي ختام المشروع أشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بالأداء المتميزة الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقي والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وعلى إكلمته كما قام رئيس أركان حرب قوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية المايلز بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني للإتمئنان على تحقيقها أقصى درجات الوقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة ترجمة نانسي قنقر